علوم الصف السادس الابتدائي حل تدريبات كتاب سلاح التلميذ على المفهوم الثاني الحرارة والتغيرات الطاكس صفحة 61 واحد اختر الإيابة الصحيح واحد من التحديات التي يواجهها المزارعون أثناء زراعة السحراء اعتدال المناخ توفر الآلات الزراعية نقص الأمطار طبعا نقص الأمطار كمية ما يهطل من أمطار أقل من كمية ما يفقد منها خير التبخر اتنين العامل الرئيسي في حدوث تغيرات الطاكس هو الرياح الشمس دورة الماء التجمد صح كنباء الشمس ثلاثة في بعض المناطق السحراوية تكون درجة الحرارة نهارا عالية بسبب زيادة الرطوبة سرعة الرياح سرعة تسخين الرمال طبعا سرعة تسخين الرمال وفي الليل تكون درجة الحرارة منخفضة بسبب سرعة تبريد الرمال أربعة يستخدم جهاز نقاط في تحديد سرعة الرياح البارومتر كياس الضغط الجوي مكياس المطر كياس كمية المطر الترمومتر كياس درجة الحرارة إلى أنيمومتر طبعا أنيمومتر خمسة يؤدي المناخ نقاط إلى تبخر كمية كبيرة من المياه من سطح الأرض البارد والرطب الحار والجاف طبعا الحار والجاف ركام بي ستة أرادت مريم أن تتسلق أحد الجبال أي الأجهزة التالية يمكن أن تستخدمها لكياس الضغط الجوي الترمومتر كياس درجة الحرارة البرومتر طبعا البرومتر سبعة الخطوة الأولى في عملية التنبؤ بالتاكس وفهم كيفية تغيره هي تحليل البيانات للخطوة الثانية النشرة الجوية جمع البيانات طبعا جمع البيانات للأولى جمع البيانات الثانية تحليل البيانات الثالثة الربط من الأشياء تمانية جميع ما يلي من الطرق التي يمكن اتباعها عند حدوث عصفة رملية ما عادة ارتداء الكمامات البقاء في المنزل الكيادة السريعة طبعا الكيادة إيه السريعة رقم جي تسعة كلما زادت نسبة الرطوبة في مدينة الماء فإن خبير الأرصاد يتوقع أن يكون الطاكس ممترا طبعا ممترا نسبة الرطوبة يعني بخار ايه الماء في عليه الهواء عشرة أثناء التسلق إلى قمة الجبل يزداد الضغط والكسافة ده بيقيل ينخفض الضغط والكسافة صح رقم ايه؟ با ينخفض الضغط والكسافة ويه كمان برافو درجة الحرار حداشر عملية تطبيق ما يعرفه خبراء الأرصاد الجوية عن تأثير العوامل المختلفة على الغلافة الجوي اللي استخدامها في التنابق بالطاكس تتم بغرض حليل البيانات طبعا لا حليل البيانات بيستخدم ايه؟ خارط الطاكس الربط بين الأشياء صح الربط بين ايه؟ الأشياء ويه كمان استخدام الحاسوب او نمازج حاسوبية ايه؟ معقدة اتنين أكمل مما بين القوسين واح يكون ضغط الهواء كبيرا عند نقطة الجبل سفح او كمة السفح اللي هو اسفل يعني او قاعدة الجبل طبعا ده السفح كلما ارتفعنا الى اعلى بيقل الضغط الجو ودرجة الحرارة والكسفة الهواء اتنين يمكن استخدام مقياس المطر في تحديد الرطوبة مقدار الهطول صح مقدار الهطول ثلاثة يطلق على عرض معلومات مثل درجة الحرارة والرياح على خارطة الطاكس في مكان ما نقطة البيانات جمع ام تمثيل صح تمثيل البيانات اربعة الهواء نقط يكون اقل كسافة البارد ام اتدافع طبعا اتدافع البارد بيكون اكبر كسافة خمسة كلما زادت كمية بخار الماء في الهواء نقطة الرطوبة قلت ام زادت طبعا زادت ست منطقة زل المطر تكون نقطة للزراعة صالحة غير صالحة طبعا غير صالحة سبعة تستخدم نقطة في حمل ادوات القياس على ارتفاعات عالية في الغلاف الجو الانيمومتر بلونات الطاقس صح بلونات الطاقس والطائرات والاكمار الصناعية ثمانية يستخدم نقطة لقياس حجم وسرعة هطول الامطار مقياس المطر رادار الطاقس صح رادار الطاقس تسعة من الاثار السلبية للجفاف على البيئة موت النباتات والحيوانات اتلاف المباني والمنشآت موت النباتات والحيوانات اتلاف المباني والمنشآت سببها مين؟ صح الفضانات عشرة تتكون الغابات وتنمو المحاصيل على الجانب نقط للرياح من الجبال المواجه غير المواجه المواجه غير المواجه بنسميه ايه؟ زل المطر منطقة زل المطر غير صالح للزراع ثلاثة ضع علامة صح أو علامة خطأ امامة العبارات الاتين واحد تعبر الرطوبة عن مقدار بخار الماء الموجود في الهواء عبارة صحيح اتنين مقدار ما يتبخر من ماء في السحراء يتجاوز مقدار ما يهطل من أمطار عبارة صحيح ثلاثة تتميز المناطق الساحلية بالتقس المعتدل لأن رمالها تسخن وتبرد ببطء عبارة خطأ ليه؟ وقال ليه هنا رمالها طبعا الماء يسخن ويبرد ايه؟ ببطء هو ليس الرماء أربعة تسبب العاصف الرملية في تلوث الماء والهواء عبارة صحيح خمسة من أسباب حدوث الجفاف انخفاض معدل التبخر عبارة خطأ ارتفاع معدل التبخر ستة يرتفع الهواء الرطب عندما يصطدم بالجبال فيبرد وتكسف بخار الماء به فيسكت المطر عبارة صحيحة سبعة تعتبر كسافة الهواء من التغيرات الجوية التي لا تتأثر بالارتفاع عن سطح الأرض ومتتأثر عبارة خطأ تمانية تسبب ظل المطر في اختلاف المناخ بين جانبي سلاسل الجبال عبارة صحيح تسعة انسهار الجليد من الظواهر التي تتسبب في حدوث فضنات مدمرة عبارة صحيح عشرة من البيانات التي يتم جمعها للتنبؤ بالطقس درجة الحرارة والرطوبة عبارة صحيح من طرق تكيف المزارعين مع المناخ الصحراوي زراعة نباتات تتحمل حرارة الطقس عبارة صحيح اتنشر من أضرار الفيضانات تراكم الغبار على الألواح الشمسية مما يعطل توليد الطاقة من أضرار العواصف الترابية أو رملية تلاتاشر يستخدم خباري الأرصال الجوية نمازج حاسوبية معقدة للتنبؤ بتأثير العوامل المختلفة عبارة صحيح أربعة عشر عند الهبوط الأسفل في الغلاف الجوي تنخفض درجة الحرارة وضغط الهواء وكسفته عند الهبوط الأعلى عبارة خطأ أربعة اختر من العمود ألف ما يناسب العمود بي 1- الترمومتر رقم جيم يقيس درجة الحرارة 2- الأنمومتر رقم دال يقيس سرعة الرياح في الأسار 3- البارومتر رقم ألف يقيس الضغط الجو 4- الرادار رقم باء يحدد سرعة الهطول ويتتبع العواصف الرعدية والأعصير 5- اكتب المستهل العلمي 1- علم دراسة الطاقس وكيفية التنبؤ به علم الأرصاد الجوية 2- العلماء الذين يستخدمون مجموعة متنوعة من الأدوات للدراسة الطاقس والتنبؤ به عبراء الأرصاد الجوية 3- وزن عمود الهواء فوق منطقة ماء الضغط الجوي 4- النقص الشديد في كمية المياه المتاحة في مكان الماء الجفاف 5- مرحلة جامعة جمع المعلومات عن الطاقس من محطات الأرصاد الجوية والأكمار السناعية جمع البيانات جمع البيانات وتحليل البيانات والربط بين الأشياء 6- ارتفاع مستوى المياه فوق ضفة النهر وتدفقها بغزارة إلى الأراضي المحيطة الفيضان 7- رياح قوية للغاية تحمل الرمال والطراب من منطقة شليل الجفاف صح العواصف الترابية أو بسمعها عواصف رملي العواصف رملي 6- صوب ماتحة وخط 1- يسخل الهواء ثم يتكسف بالارتفاع الأعلى في الغلاف الجوي صح يبرد 2- يؤدي الجفاف الغرق الناس والماشية وتحطيم المباني صح الفيضان 3- تتحرك تيارات الهواء حركة أفقية صح الرياح 4- تحرك الهواء الدافئ الرطب الأعلى لأنه أقل ضغط كسافة 7- أكمل العبارات الأتي 1- الهواء نقاط يحتوى على كمية كبيرة من بخار الماء الرطب 2- تحدث الزهرة نقاط عندما يتحرك الهواء الرطب نحو سلسلة من الجبال صح زل المطر 3- تحرك الرياح من المناطق نقاط إلى المناطق نقاط من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة أو السخنة 4- يستخدم نقاط في قياس درجة الحرارة الترمومتر 5- يتميز طقس المدن الوقاعة حول المناطق الساحلية بنقاط الاعتدال ليه؟ لأن الماء بيبرد وبيسخن ببطء 6- تحرك الرياح حركة نقاط بينما تتحرك الطيارات الهوائية حركة نقاط الرياح حركة أفقية في نفس المستوى الطيارات الهوائية حركة رأسية صعود وهبوط 8- لاحظ الأشكال التالية ثم أجل 1- لاحظ أدوات قياس الطاقس التالية ثم أكمل 1- يستخدم الجهاز رقم واحد في قياس نقاط درجة الحرارة أم الضغط الجوي صح قياس الضغط الجوي الترمومتر يستخدم في إيه؟ قياس درجة الحرارة ده بنسمي البرومتر با يستخدم الجهاز رقم اتنين نمومتر في قياس طبعا سورة مين؟ الرياح جيم يعبر الشكل رقم ثلاثة عن الترمومتر من قياس المطر طبعا من قياس المطر ده من العوامل المؤثرة في الطاقس درجة درجة الحرارة الحرارة الرياح الرطوبة الضغط الجوي اتنين لاحظ صورة الجبل المقابلة ثم اختر ألف تكون كسافة الهواء عند النقطة واحد منخفضة المرتفعة كلما ارتفع من الأعلى بتقل كسافة مين الهوائي بتكون منخفضة با درجة الحرارة عند النقطة اتنين نقط من النقطة واحد كلما ارتفعنا إلى أعلى بتقل درجة الحرارة يعني هتكون أقل مين ولا أكبر مين طبعا بيكون أكبر مين جيم جانب الجبل المواجه للرياح يكون رطبا أم جافا طبعا بيكون رطبا الجانب الآخر بيكون جافا ده الاختلاف المناخ بين جانبي الجبل يحدث بسبب ظهرة ظل النقط المطر أم الجبل طبعا المطر تلاتة لاحظ الأجهزة التالية سوم اختار الجهاز رقم واحد من أجهزة نقط بيانات الطاقس جامع أم تحليل طبعا جامع ده الأكمار الصناعية يبقى جامع بقى الجهاز رقم اتنين من أجهزة نقط الطاقس حمل أدوات نقل بيانات طبعا حمل أدوات اللي بسمي بلون الطاقس بلون الطاقس والأكمار الصناعية والطائرات حمل أدوات جيم تستخدم الخرائط لتمثيل البيانات بصريا في مرحلة نقط البيانات جامع أم تحليل صح تحليل البيانات تسعة أجب عن الأسئلة الأتية واحد وضح ماذا يحدث للهواء الرطب عندما يصطدم بالجبال وأذكر اسمها زل ظاهرة يرتفع الهواء ويبرد وتكسف ويكون راف سحبا طيب اسمها ايه ظاهرة مين ظاهرة ظل المطر اتنين اذكر المراحل السلاسة الأساسية التي يتبعها خباري الأرصاد أثناء دراسة أحوال الطاقس جامع البيانات تحليل البيانات الربط بين الأشياء ثلاثة أراد أحد المزرعين أن يعيش في الصحراء فما هي التحديات التي ستواجهه عند الزراعة نقص الأمطاء والمناخ الحار والجاف أربعة تختلف خصائص الغلاف الجوي على قمة الجبل عن خصائصه عند سفح الجبل وضح ذلك عند السفح اللي هو أسفل أو قاعدة الجبل تزداد كل من تزداد درجة الحرارة وضغط الهواء اللي هو الضغط الجوي وكسافة الهواء وعند الكمة العكس عند الكمة تقل كلا من درجة الحرارة وضغط الهواء وكسافة مين الهواء خمسة اذكر أحد الأثار المترتبة على واحد موجات الجفاف موت النبات والحيوانات اتنين الفيضانات غرق الناس والماشية وتعطل الاقتصاد والحياة وتحطم المباني ثلاثة العواصف الرملية تعطل الرحلات الجوي وتلف المحركات وضعف الرؤية على الطريق في شكل خطرا على قائد مين المركبات اختبار المفهوم الثاني رقم واحد ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتي واحد يجمع خبراء الأرصاد الجوية البيانات من أماكن مختلفة وعلى مدى فترات زمنية مختلفة يبارة صحيح اتنين يستخدم قياس المطر لقياس كمية هطول أمطار يبارة صحيح ثلاثة ارتفاع معدل سكوت الأمطار في السحراء يجعل الزراعة أمرا صعبا يبارة خطأ انخفاض وليس ارتفاع أربعة تمثل بيانات تغيرات الطاقس من خلال استخدام خرارات الطاقس عبارة صحيح بق اذكر الأدوات التي تستخدم لحمل أدوات القياس عاليا في الغلاف الجوي باللون الطاقس والطائرات والقمر الصناع اتنين ألف اختر الإجابة الصحيحة واحد يتم استخدام نمزج الحاسوب في مرحلة نقط للتنبق بالطاقس جمع البيانات تحليل البيانات الرابط بين الأشياء طبعا الرابط بين الأشياء رقم جيم اتنين من المشكلات التي تواجه المزرعين عند زراعة الأراضي الصحراوية زيادة خصوط الطربة طبعا نقص توفر المياه نقص المياه نقص خصوط الطربة طبعا رقم جيم نقص خصوط مين الطربة ثلاثة تكون كسافة الهواء أقل ما يمكن عند كمة جبل ارتفاع نقط كيلومتر اتنين عشرة خمسة ثلاثة طبعا كل ما ارتفعنا إلى إلى أعلى يبقى رقم بق عشرة لأن الكسافة بتقل كل ما ارتفعنا إلى مجموعة متنوعة من الأدوات لدراسة الطاقس والتنبؤ به خبير الأرصاد الجوية نين كمية بخار الماء الموجودة في الهواء براف الرطوبة ثلاثة ألف أكمل مما بين الكوسين واحد يتسبب نقط في نقص المياه المتاحة لزراعة المحصيل وتربية الحيوانات والصناع الفيضان أم جفاف طبعا الجفاف اتنين تسخن وتبرد الرمال بشكل نقط من الماء أبطأ أم أسرع طبعا أسرع ثلاثة تتحرك طائرات الهواء بشكل أفقي أم رأسي رأسي الرياح بشكل أفقي با لاحظ الشكل الذي أمامك ثم اختر واحد يعاني متسلقه الجبال من صعوبة التنفس بسبب نقط كسفة الهواء نقص أم زيادة طبعا نقص اتنين وجود جليد على كمة الجبل دليل على نقط درجة الحرارة كلما ارتفعنا لأعلى ارتفاع الانخفاض طبعا انخفاض اتنين على المفهوم الثاني واحد ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأئتية واحد تأثير الجبال وتغيرات الغلاف الجوي من العوامل المؤثرة في الطاكس يا بارا صحيح اتنين يستخدم المزارعون تربينات الرياح في تشغيل مزارعهم في الأراضي الصحراوية والوحي الشمسي يا بارا صحيح ثلاثة طيارات الهواء تتحرك حركة أفقية في نفس المستوى الرياح الهواء رأسي برأي خطأ أربعة تسبب الانسهار المفاجئ للثالج والجليد في منطقة الماء في حدوث فيضاء عبارا صحيح باع اذكر اثنين من الأثار السلبية للفيضان غرق الناس والماشية وتحطم المباني اثنين ألف اختر الإجابة الصحيحة واحد كل مما يلي يستخدم لحمل أدوات الكياس في الغلاف الجوي مع عدى بلونات الطاقس الأكمار الصناعية الرادارات طبعا مع عدى مين الرادارات رقم جيد اثنين يصبح الهواء جفا بعد تجاوز كمم الجبال بسبب زيادة الرطوبة ارتفاع الحرارة فقد الرطوبة ثلاثة تسبب معدلات هطول الأمطار غير المعتدلة في جميع ما يلي ما عدا الإضرار بمنشآت تغيير النظم البيئية الإضرار بالكائنات الحية تحسين جودة الأراضي الزراعية بكم دي تحسين جودة الأراضي الزراعية باق أكتوب مصحة العلمي واحد مقدار الكوة التي يؤثر بها الهواء على البيئة المحيطة الضغط الجو اثنين آداء تستخدم لقياس درجة حرارة الهواء الترمومتر ثلاثة أكمل مما بين الكوسين واحد من زواهر الطقس القاسي التي تسبب في انسداد قنوات الرأي نقط العواصف الرملية من جفاف صح العواصف الرملية المناخ في المناطق الصحراوية يكون معتدلا ورطبا حارا وجفا طبعا حارا وجفا ثلاثة يكون الهواء جفا عندما نقط كمية بخار الماء فيه تزداد ام تكل طبعا بتكل باء لاحظ الشكل الذي امامك ثم اختر واحد درجة الحرارة ليلا في المنطقة واحد تكون معتدلة لأن الماء يبرد بسرعة ام ببطء طبعا ببطء اتنين درجة الحرارة نهارا في المنطقة اتنين تكون مرتفعة لأن الرمال تسخ ببطء ام بسرعة طبعا بسرعة اختبار سلاح التلميذ التركمي الشهري رقم واحد الف ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتين واحد يكون الهواء اكثر رطوبة ودفئا على جوانب الجبال المواجهة للرياح ام بار صحيح اتنين يهبط الهواء الساخن لاسفل فيبرد وتكسف ام بار خطأ يرتفع الهواء لاعلى ثلاثة يساعد علم الارصال الجوية على التنبؤ بالطقس ام بار صحيح اربعة اعادة استخدام الماء من طرق التغلب على مشكلة الزراعة في السحراء البار صحيح بق اذكر وظيفة كل من واحد البارومتر قياس الضغط الجو اتنين بقياس المطر قياس كمية المطر اتنين اختر الاجابة الصحيح واحد كلما زادت درجة الحرارة فان معدل التبخر يكل يزل سابتا يزداد طبعا يزداد اتنين تعود كترات المياه النتيجة من تكسف البخار الى سطح الارض بفعل الطاقة الشمسية الجاذبية الرياح طيرات الحمل صحيح الجاذبية ثلاثة ضغط الهواء عنده سفح الجبل نقط ضغط الهواء عنده كمته اقل من اكبر من يساوي نصف كلما ارتفعنا الى اعلى بيقل ضغط الجو يعني عنده السفح بيكون اكبر من عنده من عنده رقم بقى اكتب المستحل العلمي عملية مستمرة تنتقل خلالها كميتها الى من الماء بين المحطات واليابسة والغلاف الجوي دورة الماء اثنين تدفق الماء على سطح الأرض في الأنهار والمحطات بعد هطول الأمطار الجريان السطح ثلاثة ألف أكمل مما بين الكوسين واحد يستخدم الترمومتر في قياس سرعة الرياح درجة الحرارة درجة الحرارة سرعة الرياح الأنمومتر اثنين تخلص النباعة من الماء الزائد عن طريق عملية تتكسف من نتح من نتح ثلاثة تستخدم نقطة للتنبؤ بكيفية تفاعل العوامل المختلفة المؤثرة على الطقس النمازج الحاسوبية المشارات الجوية النمازج الحاسوبية المشارات الجوية تحليل البيانات بق لاحظ الشكل المقابل ثم أجب واحد يرتفع الهواء في الشكل نتيجة نقطة كسفته بالتسخين زيادة من خفاض صح نتيجة ايه من خفاض كسفته اتنين زيادة كمية بخار الماء في هذا الهواء تجعلهم جافا او راتبا صح راتبا اختبار اتنين نقم واحد ألف ضع علامة صح او علامة خطأ امام الابارات الاتين واحد تؤثر كمية الاشعاع الشمسي في تحديد اتجاه هبوب الرياح تسبب الجاذبية هبوب الماء البارد لأسفل هبوب صحيح ثلاث تسخل الرمال بسرعة وتبرد ببطء بسرعة اربعة تقل النباتات عند جوانب الجبال المقابلة للرياح لتناقص الأمطار وحدوث جفاف هبوب راتبا بسرعة تزداد النباتات عند جوانب الجبال المقابلة للرياح لزيادة الأمطار او ممكن اقول تقل النباتات عند جوانب الجبال في الجانب الآخر من الرياح لتناقص الأمطار وحدوث جفاف باء اذكر الثلاث مراحل الرئيسية التي تمر بها دورة الماء في الطبيعة ركم واحد التبخر اثنين التكسف ثلاثة الهتوم اثنين ألف اختر الإجابة صحيحة واحد يحتاج خبير الأرصاد إلى نقط لقياس درجة حرارة الهواء البرومتر ضغط جو ومقياس المطر كمية الأمطار الترمومتر صح الترمومتر اثنين أي مما يلي تسبب في تبخر المياه من سطح الأرض الرياح الجاذبية الجريان السطحي الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية ثلاثة ظاهرة تحدث نتيجة وجود جانبين لسلاسل الجبال أحدهما رطب والآخر جاف تسمى ظل الشمس الغيوم المطر طبعا المطر با اكتب المستحل العلمي واحد عملية تكون بها أوراق النباتات للتخلص من الماء الزائ عن طريق الثغور النتح اثنين عملية تساقط المياه من الغلاف الجوي على الأرض في شكل مطر أو كطرات مطر متجمدة صح عملية الهطول ثلاث ألف أكمل مما بين الكوسين واحد تحرك الرياح من مناطق نقط إلى المناطق نقط الباردة إلى الدفئة اثنين لاحظة شخص أثناء تسلقه الجبل انخفاضا في كياس البارومتر وذلك نتيجة نقط وزن عمود الهواء المؤثر عليه نقص أم زيادة نقص كلما ارتفعنا الأعلى بيقل من الضغط الجو يعني بيقل عمود الهواء ثلاثة تحول الهواء الرطب إلى هواء جاف عندما يتكسف بخار الماء ونقط طاقته يفقد أم يكتسب طبعا يفقد بيقى لاحظ الشكل الذي أمامك ثم اختر واحد الهواء المحيط بالمصباح نقط كسفته يتمدد وتقل طبعا يتمدد وإيه وتقل كسفته اثنين عندما يسخن الهواء يتحرك فقيا يرتفع الأعلى يرتفع الأعلى اختبار ثلاث رقم واحد ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمامه العبارات الأتي واحد كسفة الهواء البارد أكبر من كسفة الهواء الدافئ يبار صحيح اثنين عندما يفقد الهواء رطبته يتكسف يصبح أخف ويرتفع إلى أعلى أبار خطأ يصبح أسقل وينخفض إلى إيه إلى أسفل ثلاثة تتوزع الأشعة العمودية للشمس على مساحة كبيرة فيقل تأثيرها تتوزع الأشعة العمودية على مساحة صغيرة فيزداد تأثيرها برخطأ أربعة تتحرك الرياح من المناطق الدافئة إلى المناطق البريدة المجاورة العكسحية من المناطق البريدة إلى الدافئة رتب مراحل دورة الماء في الطبيعة تهطل الأمطار تبخر الشمس المياه تتكون السحب يتكسف بخار الماء طيب ركم واحد الشمس تبخر من المياه يبدو ركم واحد يبقى تبخر الشمس المياه أو مرحلة ايه التبخر ثاني شيء يتكسف بعد كده ايه الهطوب يبقى ركم واحد تبخر الشمس ايه المياه ده ركم واحد ركم اثنين يتكسف بخار الماء تتكسف بخار الماء ثلاثة تتكون السحب تتكون السحب أربعة تهطل الأمطار اثنين ألف اختر الإجابة الصحيحة واحد عندما يرتفع بخار الماء إلى انغلاف الجوي نقاط وتتشكل السحب تزداد درجة حارته تكل كسفته يبرد وتكسف طبعا يبرد وإيه وتكسف ركم جيه اثنين يتمدد الهواء ويصبح أقل كسافة عندما يكتسب طاقة طبعا عندما يكتسب ايه طاقة ثلاثة اذا احتوى الهواء الدافئ على كمية كافية من بخار الماء أثناء ارتفاعه فإنه يفقد هذا الماء على هيئة عواصف رياح أمطار عواصف رعضية صح رقم جيم أمطار بق اكتب امصح العلمي واحد ظاهرة تحدث عند استضام الهواء الرطب بالجبال تؤدي لاختلاف المناخ على جانبه صح ظاهرة زل المطر اثنين طريقة لانتقال الطاقة الحرارية داخل السواء والغازات عن طريق حركة الجزئيات الحمل الحراري ثلاثة ألف أكمل مما بين الكوسين واحد كلما زادت الرطوبة نقط كمية الماء الذي يتكسف قلت ام زادت طبعا زادت اثنين يستخدم جهاز الأنمومتر في قياس كمية المطر سورة الرياح طبعا سورة الرياح كمية المطر من قياس المطر ثلاثة تحرك الهواء والسحب من مكان لآخر خلال دورة الماء بفعل قوة الرياح أم الجاذبية صح الرياح باق لاحظ الشكل المقابل ثم أكمل واحد يمثل الشكل جهاز نقط البارومتر لقياس الضغط الجوي اثنين يستخدم هذا الجهاز في قياس الضغط الجوي ترجمة نانسي قنقر